تبارك الذي بيدهنك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر من ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينطلب إليك البطر خاسئا وهو أثير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئت المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تشوها فكاد تميّد من الغيب كلما ألقي فيها فوج فألهم قبلتها ألم يأكثوا النبي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما رزنا الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع رونا قلما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فتشق لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأترقوا لكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بنيولا فمشوا في مناكبها وخلوا من رده وإليه المشمور أأمنتم من في السماء أن يختف بكم الأرض فإذا هيتمور أم أمنتم من في السماء أن يرتل عليك الأصباء فستعلمون كيف مغير ولقد كذب الذين من قبرهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبوا ما نتكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو دونه لكم ينكركم ينظرون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لتشوفي عتو ونفور أفمن ينشي مكبا على وجهه أهدا أمن ينشي ثويا على صراط مكتقين قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير من دين فلن أرأوا الظلفة في أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن ينجي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحلان آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال المتين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم دماء جمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر